في المقابل أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إيران تنفذ عملية قرصنة على حد وصفه فيما اعتبرها انتهاكاً لقانون الدولي دعياً إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي أن إيران ستتحمل العواقب في حال تصعيدها للعنف في المنطقة وفي هذا الإطار شدد الجيش الإسرائيلي على أنه في حالة تأهب قصوى لصد أي عضوان إيراني آخر مشنا إلى الاستعداد للرد حالة من الترقب الحذر كانت تعيشها إسرائيل انتظاراً واستعداداً لهجوم انتقامي مباشر أو غير مباشر من إيران رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واليوم أصبحت إسرائيل على موعد مع أولى حلقات الرد الذي انتظرته لأيام بعد قيام الحرس الثوري الإيراني بآلان السيطرة على سفينة ترفع علم البرتغال ومملكة للرجل أعمال إسرائيلي تعود القصة لمطلع شهر الجاري عندما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الضربة اليوية في دمشق ولم تنفيها وعلى الرغم من ذلك اتهمتها إيران بالضلوع في الهجوم مؤكدة ضرورة معاقبة إسرائيل على عملية تقول طهران إنها تعادل هجوماً على الأراضي الإيرانية وفي وقت تؤكد فيه إسرائيل وجيشها استعدادها للتعامل مع كل السيناريوهات قال رئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل عاجلاً وليس آجلاً محذراً طهران من المضي قدماً في ذلك ومؤكداً التزام واشنطن بدعم إسرائيل ومساعدتها والدفاع عنها صحيفة وولستريت أشارت إلى مسارعة الولايات المتحدة بإرسال السفن الحربية إلى مواقعها لحماية إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة على أمل تجنب هجوم مباشر من إيران على إسرائيل وكانت رويترز بدورها نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن طهران نقلت لواشنطن عبر وسيط أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على قنصلياتها على نحو منضبط وغير تصعيدي ويستهدف تجنب تصعيد كبير وأنها لن تتعجل في ذلك الرسائل الدبلوماسية على غرابتها والسيطرة الإيرانية على السفينة الإسرائيلية اليوم هو بداية لاكتشاف نهج إيران في الرد على هجوم القنصلية في دمشق لتكشف الأيام القادمة عما سيسفر عنه هذا التصعيد وما سينتب عنه من آثار بالمنطقة المنهكة بالصراعات من الأساس